بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على المبغوث ورحمة للعالمين مع كنز جديد عظيم من كروز السنة لا يعلمه أكثر الناس الفضل العظيم لقراءة القرآن أو لنشر المصحف بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس أو فضل قراءة مئة آية من المصحف مع نشر المصحف بعد صلاة الصبح هذا الحديث روية موقوفا عن تابعي جليل اسمه عمر بن ميمون سيدنا عمر بن ميمون قال حديثا موقوفا موقوفا حضرتكم قبل ذلك أن الحديث الموقوف يكون موقوفا على صحابي أو تابعي يعني يكون من كلام الصحابي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الصحابي أو التابعي بيقولش قال رسول الله بلكن يقول كلاما عن لسانه هو وقلت لحضرتكم قبل ذلك أن جمهور العلماء كالإمام أحمد وغيره وعطيتكم أمثلة حية من السنة قبل ذلك قالوا أن ما يقوله الصحابة والتابعون موقوفا عليهم ينزل منزلة المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يتكلمون إلا بعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتكلمون إلا عن وحي وقدتكم مثلا حيا في حديث عظيم رواهه أبو قلابة وهو من كبار التابعين إنه قال إن في الجنة قصر لصوام رجب وشرحت لكم المعنى الحديث دوت وقلت لكم قصر عظيم جدا وكلمة الصوار معناها المكسر من السنف الرجب وإمام أحمد حسن الحديث أو صححه وقال لا يقال بهذا إلا عن علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى إن أبو قلابة لا يتجرأ ويقول هذا الكلام إلا إذا كان بلغه بعلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخذ هذا العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه التابعين تربوا على أيدي الصحابة وعصروهم وسمعوا منهم يكون كلامهم معتبرا عند كثير من العلماء فسيدنا عمر الميمون يقول من نشر مصحفا حين يصلي الصبح فقرأ مئة آية رفع الله له مثل جميع عمل أهل الدنيا يعني اللي يقرأ طبعا هنا الحديث يعني ظاهره يقول لك حين يصلي الصبح يعني أثناء صلاة الصبح لا يعني عمر الميمون بيقصد اللي بيقرأ مئة آية بعد صلاة الصبح لنه ما ينفعش إن الإمام هو يصلي في الجامع يقوم الناس وهو حافظ يحط مثلا مصحف على حامل وقرأ منه وما ينفعش المأمومين هما بيصلوا لأنه يقول لك من نشر مصحفا حين يصلي الصبح فقرأ مئة آية رفع الله له مثل جميع رفع الله له مثل جميع أهل عمل الدنيا يترفع له قد عمل أهل الدنيا كلهم طب ده حسن تبديه لما يرفع عليك قد عمل أهل الأرض فإذا كان بايزا هو يقصد حين يصلي الصبح يعني في التوقيع يعني بعد صلاة الصبح أو بين صلاة الصبح لشروق الشمس لأن مستحيل الإمام الحافظ هو في الجماعة يفتح مصحف هذا يخالف هادية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين عمر مرسول صلى الله عليه وسلم فتح مصحف ولا سنة وبقرة وصول العمر هو بيصلي مع أن النظر في المصحف عبادة لكن ليه لأنك هتبص في المصحف وش هتبص في حل السجود وحتر تقلب الصفحة إذن ستفعل حركات ليست من هيئة الصلاة ليست من هيئة الصلاة هذا يخالف هادية النبي صلى الله عليه وسلم يجوز هذا في النوافل يجوز هذا في النوافل عندما يكون الإنسان غير حافظ بيجيب حامل وحط مصحف ناشي النوافل تختلف عن الفروض أما الفروض فلا إذن عمر بن ميمون بيقصد عمر بن ميمون بيقصد بعد صلاة الصبح شوف بها الصحابة العظيم قال ابن غازي مثل هذا كله لا يقال إلا عن توفيق ابن غازي أيضا من كبار علماء من كبار علماء المغرب كان في بلد مكانس أو مكانس في المغرب توفى سنة تسعمائة وعشر هجرية وهو من كبار وهو أيضا من إمام وحافظ ومشهود له بالعلم والفضل ولو كتب في التفسير وفي الفقه وفي الحديث فهو سحسن الحديث سؤال لأن هذا لا يقال إلا بتوفيق يعني بعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقوي هذا أيضا عن عمر بن قيس قال من قرأ مئتي آية وهو ينظر في المصحف لم يجئ أحد في ذلك اليوم بعمل أفضل منه أو بأفضل منه يعني يكون أفضل لناس عملا في هذا اليوم إلا من جاء إلى ما عمل مثله من عمر بن قيس وهو أيضا عمر بن قيس أيضا من كبار العلماء ورواته الحديث قال كلام وشابها بس هو ما قالش بقى في صباح الصبح وده يريكوا فضل التوقيت بين صباح الصبح وتطلع الشمس فعمل بن قيس بيقول اللي بيقرأ 200 آية وهو بيقص في المصحف مفيش حد يجيه منه هيجيه أفضل منه في اليوم ده بعمل أي عام حد يعني هو بيعني يبقى أفضل الناس عملا على وجه الأرض في هذا اليوم فده طبعا القوي حديث الثاني عمر بن ميمون من كبار التابعين زي ما قلنا توفى سنة 74 هجرية حج واعتمر 60 مرة يعني حج وروا عن سيدنا عمر بن خطاب عن سيدنا علي بن أبي طالب عن ابن مسعود عن معاز بن جمل وعن أبي هريرة موقفه في التجريح والتعديل مشهود له بالحفظ إمام ثقة حافظ يعني ليس من الضعفاء يعني من الوقت الحديث الأقوياء مش من الضعفاء يعني يكون موجود في سند يبقى الناس بتمعطبئنا الحديث صحيح إلا وفعد غيره ضعيف لكن هو لكن هما موسقوه موسقوا يحيى بن معين والعجلي والإمام النسائي ووسقوه إنه كما محافظ فده يوريكو إنه منزلتوا في العلم الكبيرة وبالتالي كلامه معطبئ طيب اللي يقوي كل هذا ما روي عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النظر في المصحف عبادة وقال عبد الله بن مسعود هذا الحديث مروي موقوفا على كثير من الصحابة عن سيدة عائشة عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس النظر في المصحف إذا أنت لما تبص في المصحف بعد الصلاة الصبح وتقرأ مئة آية أنت عملت بتاخد بكل حرف حسنة والحسنة مع عشر وبتاخد صواب النظر في المصحف وبتاخد صواب التوقيت واللي هقول لكم دلوقتي عشان كده بيترفع لك قد عمل أهل الدنيا كلهم عبد الله بن مسعود قال أديموا النظر في المصحف أديموا النظر في المصحف وقال وعن عبد الله بن عباس من أدامة شوف الحديث ده عظيم جدا من حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس من أداما النظر في المصحف ماتعه الله ببصره ما بقي في الدنيا يعني إذا النظر في المصحف مجرد النظر في المصحف يحفظ البصر من ضعف النظر ومن العمل إن الجزاء من الettين العمل ايضا مروي عن يونس عن يونس موقوفا كان خلق الاولين النظر كان خلق الاولين النظر في المصحف كان خلق الاولين النظر في المصحف ويقوي هذا ايضا النظر الى الكعبة عباده يعني النظر الى الكعبة كما روي عن عبدالله من عمر وغيره مصحف طب ليه 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 لما النشرة مصحفا حين يصلي فجر. لان التوقيت بين صبات الفجر. لغاية بتطلع شمس توقيت. توقيت مبارك جدا وعظيم جدا. تقسم فيه الارزاق. لازالك فيش حد في الصحابة والتابعين كان ينام ابدا بعد صبات الصبح. لذلك عبدالله ابن عباس لما لقى اه لقى ابنا له نائما ركله برجله وقال اتناموا في الوقت الذي تقسم فيه الارزاق. وواحد كان عايز سيدنا عبدالله ابن صعود في مسألة معينة. وقف على بابه لغاية ما طلعت الشمس. فقال له ما اتخبطتش عليها ليه? قال له كنت اظنه كنائما. او خفته تكون غاضب عبدالله عبدالله ابن مسعود. قال له اتظن بقال ابن مسعود السوق. كيف ننام في الوقت الذي تقسم فيه الارزاق. لذلك شوفوا فقا الفضل العظيم للفترة بين صبات. لذلك ما فيش حد من الصحابة والتابعين كان بينام ابدا بين صبات الصبح. إلا ما يكون عنده عزر مسافر تعبان تعبان تعب شريد. بتبقى استثناءات. لكن القاعدة عندهم المزم بصاح. بين صبات الصبح ومفاقات. لذلك نشر المصحف والمنظر فيه والقراءة منه صحابة عظم جدا. لذلك انا اقترح على حضراتكم قراءة سورة الواقعة. انا افعل ذلك. بتكتونش من المصحف وشاهد اخب منك سبع دقايق. ليه سورة الواقعة? لانها تنفي الفقر وتجلب الرزق. سيدنا عبدالله ابن عفال عبدالله مسعود كان في فراش الموت. قال له اأمر لك بعاطية او لبناتك بعاطية. قال لهم تركت لهم. قال تركت لهم سورة الواقعة. القراءة كل يوم. سورة الواقعة فيها تمانية وتسعين اية. بعد كده ممكن تراجع. توص تقرأ سورة صغيرة تراجع سورة كنت تعافزها. بحيث ان اجاب المجموعة اكتر من مئة اية. مئة اية او اكتر. طبعا لو قرأت مئتين اية تضاعف السواب. لو قرأت سورة جدا. يا ريت كلنا نطبع هذه السنة. وانا هكتبلكم الكلام ده في في الوصف بتاعات الفيديو. نسخوه ونشوه 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 في طواب عظيم. وهنعلم علما له اجر. ما نعمل بها من قيامة تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك فقناة. لأصلاكم كل جديد تساعدون على شو الصمت. كل قولة هذا استخدام.